في صالة العرض هذه في مدينة طمرة تتربع أعمال الفنان أحمد كنعان بين منحوتات ولوحات مرسومة أعمال جعلته من أبرز الفنانين التشكيليين في البلاد ولد كنعان في طمرة واحترف الفن بعد دراسته في كلية بيتسل إيل في مدينة القدس وبدأ يضيف إلى ما درسه من الفنون الغربية عناصر فنية إسلامية ويلون لوحاته بألوان الأرض البنية والخضراء امتازت أعمال كنعان بحملها عناصر من حضارات عدة فقد نحت من حديد وحجر آلهة أسطورية من التاريخ الفنيقي والكنعاني والأشوري ليعبر عن جذوره وعن تاريخ هذه الأرض كما استخدم الزخرفة الإسلامية وأضافها إلى لوحاته المرسومة لتشكل مقولة اجتماعية وسياسية تصلح لزمننا الحاضر ومن أعمال كنعان الشهيرة شخصية الفارس المستوحى من التاريخ الإسلامي التي نحتها من مادة الحديد وشكلها من منحوتات صغيرة لفارس يمططي حصانه ودمجها في الكثير من أعماله اللاحقة حازت أعمال كنعان على جوائز عديدة وكان قد نظم أكثر من عشرة معارض فردية إضافة إلى مشاركته في عشرات المعارض الجماعية في البلاد والخارج لبرنامج 48 ميلياس قناة الغد مرحبا بك الفنان التشكيلي أحمد كنعان أهلا بك أنت ربما من جيل كامل درس الفنون في مدارس إسرائيلية في البلاد ولكن بعد ذلك استمر البحث لتقديم عوامل مختلفة تنهل من الجذور والهوية وتطفي عناصر لها علاقة بالهوية الفلسطينية وتختلف عما هو سائد إسرائيليا حدثني عن هذه التجربة صحيح كوني إنسان عربي مواطن عربي وأنتم إلى المجتمع الفلسطيني تعلمت في مؤسسة لهي عبرية الاختلاف في الخلفية كان محفز أني أبحث عن جذوري الأصلية بما أني أنا اسمي كنعان وبسكن في أرض كنعان التاريخية فكان محفز أني أبحث على الجذور القديمة فاكتشفت أنه كان فيه أساطير عنده وكان فيه حضارة وكان فيه غزو البحار مثلا السيطرة على البحر الزراعة وفيه عادات ما زالت لليوم وكلمات ما زالت لليوم الفلاحين بيستعملوها من غير ما ينتبهوا أنه هي جايمن حضارة أمرها خمسة ألاف سنة نرى في بعض الأشكال تنحت شخصيات أسطورية من حضارات أخرى قديمة أحب أن أسمع عن ذلك أكثر طبعا من خلال البحث في الموضوع التاريخي الذي كان عاني الفنيقي اكتشفت طبعا أشكال للألهة التي كان يعبدوها عنات وبعل وقيل وغيره ودخلت لأعمالي للمنحوتات واللوحات هاي الأشكال وموضوع الأشكال المجنحة الموجودة عندي في التمثيل بالذات هي جايمن هناك يعني صحيح عند الأشوريين كان موجود وعند الفراعني وغيرهن ولكن عند الفينيقيين والكنانيين كان برضو موجود ولكن بنعرفش عنها كثير والسبب إنه أغلب المنحوتات كانت صغيرة صغيرة الحجم حطوها في معابد أو في قصور وفي بيوت للزينة وأغلبها يعني أهل البلد خربوه أغلبه يان سرق فبتشوفيه باللوفر بتشوفيه في متاحف في بيروت وفي حلب وفي دماشق وكمان في متاحف سرقلية بتشوفيه يعني في جانب طمرة في سهول طمرة في بلد كنانية قديمة اسمها كيسان تل كيسان اللي في بعثة فرنسية أجدت بالسبعنات وكمان بعثة بالتسعنات الأشياء اللي لقوها في هذا التال موجودة في جامعة حيفا في المتحف قالها الكنانية هاي أحجام صغيرة هيك من فخار ومن نحاس أنت أحد الفنانين الذين نجحوا باختراق الحدود المحلية حتى قبل توسع عالم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هناك ونجحت بتمثيل فن فلسطيني وأنت داخل إسرائيل حدثنا أكثر عن هذه التجربة كيف وصلت إلى العالم العربي وكيف استقبلوك هناك أعرضت في دبي وفي قطر وفي الأردن وفي الإسكندرية في عام 97 مثلا اللي وزارة الثقافة الفلسطينية رشحتني أمثل فلسطين في بيانالي الإسكندرية الدولي اللي بصير كل سنتين هناك من السنة السبعة وتسعين فهيك يعني أحياناً بشارك في معارض بالخارج عن طريق رمالة والقدس عن طريق مثلاً حش الفن الفلسطيني أو عن طريق غالري في رمالة زي غالري وان مثلاً أو زاوي أو عن طريق عمان الفنانون الفلسطينيون في بلادنا يعملون ضمن معادلة ليست سهلة من جهة هم يعرضون الجمهور إسرائيلي وغربي فنون ذات ملامح فلسطينية ومن جهة أخرى هناك الجمهور الفلسطيني كيف تعمل ضمن هذه المعادلة؟ أنا بات برحالة الإنسان الطبيعي يعني أنا العربي الفلسطيني اللي ساكن في وطنه ما غادر وطنه مع الهوية الإسرائيلية لأنه هذا الوضع خلقت فيه زمن حكم إسرائيلي وأنا عايش الظروف وأنا إنسان واقعي يعني أنا ممكن أتعلم في مؤسسة إسرائيلية وأشتر في مؤسسة إسرائيلية وكمان ممكن أعرض في متحف إسرائيلي وكمان ممكن مختنئ إسرائيلي يشري أعمالي بنفس الوقت أنا موجود كمان بالطرف الفلسطيني يعني متحف فلسطيني بيعرض لأعمالي بيختنئ أعمالي مجمع فلسطيني كمان نفس الإشي فأنا موجود في المحلين يعني ما حدا بقدر يمحالي هويتي وشخصيتي هذا واقعنا وإحنا ما كناش مسؤولين عنه كمان يعني هاي ظروفنا والفلسطيني يعني العشر احد عشر مليون كل فئة صغيرة موجودة في ظروف تختلف عن الفئة الأخرى وهويتها وجنسيتها وتعريفها وظروف تحركها والوثائق اللي معها تختلف فهذا الجزء اللي هو تقريبا مليون وثلاثمائة ألف ظروفه تختلف عن كل الفلسطينيين اللي في العالم إحدى العناصر المتكررة في المجسمات التي تنحتها السفن وفهمت أنا لها علاقة بالحضارة الفينقية السفن الفينقية وربطتها في موضوع اللاجئين كيف يتدخل هنا الماضي بالحاضر؟ صحيح طبعا الفينقين كانوا مسيطرين على البحر والسفن اللي بعملها هي من وحي الأشكال السفن الفينقية أول سفينة عملتها كانت تقريبا بال91 صغيرة هيك من ألمنيوم اللي سم فيني فيقية وعليها ناس سميتها لاجئين الأمل في المستقبل أعمالها كبيرة طبعا موضوع اللي الناس صار يتغير عندي صرت أبدلها بمفاتيح اللي هي كانت ترمز للبيوت المهجرة الناس أخذت مفاتيحها معها عساس ترجع وطبعا قصة الخروج من حيفا يعني أمي من حيفا عائلة أمي من حيفا وسيدها كان بحار وكان عنده سبع سفن سنة النكبي الناس طلعت على السفن وأخذوهن على سوريا ولليوم بعدين هناك قسم من الناس غدرت ترجع منها عائلة أمي والحكاية هذه قصة النزوح وتجميعها في الميناء وخروجهن أثر في نفسيتي فكان أحد المسببات أني أمل هاي المجموعة طبعا من الـ 91 إلى اليوم بعدين بشتلع الموضوع ومؤخرا بسبب الخروج من سوريا طريق البحر والغرق في البحر على شواطئ ليبيا وإيطاليا وغيره طبعا حفزني كمان مرة أرجع أحكي عن موضوع اللاجئين والبحر والسفن خصوصا أنه نفس اللاجئين اللي طلعوا بالسنة النكبي بالـ 48 إلى سوريا ورحوا على مخيم اليرموك لنفسه اللي غادروا عن طريق البحر وغروا يعني القضية مستمرة قضية اللجوء واللاجئين بعدها مستمرة الفنان التشكيلي أحمد كنهان شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء شكرا لكم